ما لازم استغل فرصة تواجدك معايا واحد من اهم المهاجمين اللي مروا على تاريخ كرة القدم واسألك على لعبنا المصري الدولي محمد صلاح رأيك ايه في المسيرة اللي قدمها صلاح في كرة القدم العالمية محمد صلاح لعيب عالمي وطبعا بيساعد المنتخب المصري بشكل كويس جدا ومش بس هو بيساعده في الملعب هو بيساعده بكمته التسوقية وبيساعد المنتخب بلده بيساعد بلده بكمته التسوقية العالمية اللي كل يوم بتكبر في النهاية حابب اقولك ان ميدو يشاهدنا الان وعايز اسألك سؤال بما ان ميدو بيشاهدنا الان لو كنت لعبت مع ميدو في فريق واحد مين كان هيبقى هداف الفرقة انا شايف ان انا وميدو لو لعبنا في فريق واحد كنا انحقق حاجات كويسة جدا كنا انحقق فوز متتالي ميدو زي ما انا قلتلك في البداية ميدو مهاجم عنيد وانا كنت بحب شخصية ميدو جدا وغير ان انا بحب شخصية ميدو على المستوى الشخصي ميدو كويس جدا فطبعا ده كان هيبقى شرف لي ان انا وهو نلعب في فريق واحد وبحييه من خلالك اجابة دبلوماسية بس ما قلت ليش مين هيبقى الهداف ده صعب 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 انت كده هتزعله مني كده انت عايزه يزعل مني انا من خلالك بحييه وبقول ان هو لعيب كبير وبقول ان هو لعيب عالمي ولكن هو ليه طريقة في اللعب وانا ليه طريقة تانية في اللعب هو مهاجم عنيد ولكن انا مش عايز ان انا هو نزعل من بعض لو طلبت منك التلات لعبين بيلعبوا في الوقت الحالي كنت تتمنى تلعب معاهم تختار مين بيلعبوا دلوقتي ممكن ميسي اول واحد طبعا ان انا اكون مبسوط ان انا اعلاعب معاهم اه حد تاني ممكن يكون اه في نص الملعب او بيلينغهام بتاع ريال مدريد وده عالمي ومعايا قدام بطير انا شايف ان احنا التلاتة لو لعبنا مع بعض في فريق واحد هنعمل شغل كويس جدا ونكسب بالمناسبة مين كان اكتر مدافع لعبته قدامه كان صعب عليك جدا صعب مواجهته انا شايف يامستم هو كان اقوى مدافع كان بيلعب مع منشيسة الونايتد هو هولندي وكان طويل جدا فبالنسبة لي كنت اقوى ما بشوفه كنت بتخضي منه يعني ما بكنت بافق التركيزي في الملعب ولكن برضو كان بيجي لي فرص ان انا عارف عن دي عامة نياب استم لما كنا بنتفرج عليه في التلفزيون كنا بنتخضي منه برضو يعني جوباني البر نجم باير ميونيخ الكبير نجم المنتخب البرازيلي حقيقة اشكرك شكرا جزيلا على هذا الحوار الممتع جدا شرفتني ونورتني على تلفزيون المصري برنامج رقم عشرة كان لقاء ممتع للغاية مع لعيب واسم كبير جدا جدا بشكر كالعادة زميلنا في الترجمة المميز دوما وليد صباح وبشكر ايضا زميلي الرائع دايما احمد شهاب على تحضير هذا اللقاء المميز